علقت الصين رسوما جمهوركية أضافية فردت على منتجات أمريكية وكان يفترض أن تدخل حيز التنفيذ اليوم بعدما أعلنت واشنطن وبكين عن انفراج في حربهما التجارية في الوقت الذي يشهد به الاقتصاد الصيني طباط أن في ظل ارتفاع وطيرة العنف في هونغ كونغ والضغوط الاقتصادية الأمريكية بكين واشنطن تعلنان هدنة مؤقتة في حربهما التجارية مما أعطى متنفسا للصين في ظل الاتفاق التجاري المرحلي رغم أنه لا ينص على تسوية للمشكلات الجوهرية بين البلدين حيث من المتوقع استغلال الصين للهدنة وزيادة عدد صادرتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية إذ صرح وزير الخارجية الصيني خلال زيارة يقوم بها إلى سلوفانيا أن الصين تفتح أسواقها وترحب بالمنافسة على قدم المساواة بين الشركات في جميع البلدان في السوق الصينية وأن الاتفاق يمثل أنباء تفاؤلية لكل البلدين وبقية العالم وسيعيد العلاقات إلى مسارها الصحيح بالطبع بين الصين والولايات المتحدة لا تزال هناك العديد من القضايا التي يجب الاهتمام بها ومعالجتها بشكل صحيح نأمل أن تتمكن الولايات المتحدة من العمل مع الصين لإدارة الاختلافات بشكل فعال فالحروب التجارية لا يوجد فائز بها وفي السياق ذاته وكباديرة حسنينية أعلنت بكين تعليق الرسوم الجمهورية الإضافية المزمع تطبيقها على المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية بدءا من الخامس عشر من ديسمبر الحالية حيث كانت تنوي الصين إضافة ضرائب تتراوح بين الخمسة وعشرة بالمئة على البضائع الأمريكية إذ تعكس المؤشرات الاقتصادية الصينية إلى تراجع النمو الاقتصادي بعد عامين من حرب تجارية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي كانت قد رفضت استخدام ما أسمته بالضغط الأحادي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لأنه ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية